موسيقى دكتور ممكن تكلمنا عن انسداد الأنف؟ مشكلة انسداد الأنف بتاخدنا ان احنا نفكر دايما ان هي مش مشكلة بسيطة ان هي مجرد ان الطفل اول كبير انه ما يتنفذش من الأنف زي الطبيعي لكن دي بتكون سبب في مشاكل اكبر بالنسبة للأطفال ان هم بتحرمهم من النوم الطبيعي بتعمل تشوهات في الوجه والفاك بتعمل تأثير على الأزن الوصلة وارتشاحات الأنف بتعمل التعبات متكررة في الجهاز التنفسي نتيجة تنفسهم من الفم او هما سواء الأطفال او الكبار ان هي بتكون سبب كبير في مسألة السنورنج والشخير وتأثيراته على الصحة العامة سواء بالنسبة للكبار او السواء فانسداد الأنف اول ما نشوف انسداد الأنف متكرر بدون ما بيتحسن مع الأدوية لازم نلجأ للدكتور ان احنا نقدر نعمله فحص مناسب ونعمله تشقيص المناسب قد يكون في الأطفال خاصة بسبب حاجة خلقية من وقت الولادة او تكون بسبب كبر اللحمية ان هي توانية او تكون تشوهات في سقف الحلقة او تشوهات في الأنف او تكون لقدر الله بسبب أوراق او بتكون بسبب التعبات مزمينة في الأنف يعني لكن لو جينا للكبار هنلاقي فيه تشوهات الحاجز الأنفي او تضخم قرانيات الأنف او تضخم الأوشياء المخاطية للأنف او لقدر الله برضو وجود أورام في منطقة الأنف او منطقة خلف الأنف او وجود لحميات او وجود حساسية مزمنة كل الحاجات دي بيتسبب انه انسداد مزمن للأنف ساز مزمن ده هيؤدي انه موث مريثين يبتدي المريضين يتنفس من الفم يتسبب له ان هو يحصل له مسألة السنورنج والشخير قد يوصل الى توقف التنفس اثناء النوم وده انعكاسه خطير على اضطرابات القلب على رفع ضغط الدم على عدم الحصول على نوم كافي حتى الناس اللي هم بيوصلوا لدرجة السنورنج او الشخير وانقطع التنفس اثناء النوم احياناً بنجد منهم بعض الناس بيجي لها نوبات النوم الغير ارادية في اجتماعات في اعداد او حتى في اسناء السيارة ده معناته انه معرضين للخطر دايماً سواء على صحيتهم العامة او في حدوث حوادث ودي حاجة في مرتاح الخطورة حاجة زي كده سواء انسداد امف بسيط او مصاحب لشخير او مصاحب اللي اوقف نفس اثناء النوم دهش خطير على الصحة العامة على الناس فهيجب الاهتمام بيننا البداية شكرا جزيلا 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 اشتركوا في القناة